اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وكل عام وأنتم بخير أخواننا وأحبائنا الطلب والمتابعين في كل أقسام الاقتصاد بالعالم العربي وإسلامي في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو الدرس الثاني والعشرون في الاقتصاد الكلي تحت عنوان أنظمة سعر صرف العملة exchange rate regimes نقدم إن شاء الله عسى أن يكون فيه الفائدة نرجوه بإذن الله لا بد من مبررات تدائم قد قدمت في مقطع سابق الدرس العشرون في الاقتصاد الكلي تحت عنوان العوامل مؤثرة في مقبولية العملة وقد ميست بين سعر صرف العملة من جهة ومقبوليتها من جهة أخرى يعني بمعنى آخر هناك عملة لو نقارنها على سبيل المثال بالدينار من لاقي أنه هي أقل مثلا اليوان الصيني مقابل الديناء العودني الديناء العودني عالي بكثير لكن هذا لا يعني أنه والله القصاد الأردني أقوى هناك في المقطع الذي ذكرته 13 مبررا عن يعني مقبولية العملة وباعتبارها عملة صعبة عالمية مقبولة أكثر من غيرها الآن من المفيد أن نطرح سؤالا هاما قد يكون مفتاحا لفهمنا لأنظمة أسعار صرف العملات كيف تتداخل صادرات الدول وكيف تؤثر بعضها ببعض دعنا نتصور من أجل فهم يعني السؤال والإجابة عليه نتصور بأن السيدة عزيزة ذهبت إلى وكيل سيارات الجاكوار في عمان أردن كي تشتري سيارة منهم وبعدما طرحت عليه بعض الأسئلة وجربت قيادة السيارة على شوارع المدينة قررت شراءها ودفعت ثمنها البالد 40 ألف دينار الجاكوار بالمناسبة علامة تجارية لسيارة مصنوعة في بريطانيا الآن من المفيد أن نتذكر بأن السيارة التي اشترتها عزيزة كانت مصنوعة في بريطانيا لكن وكيل المبيعات وعزيزة موجودان في الأردن وقد دفعت عزيزة ثمن السيارة بالعمل المحلية وهي بالدينان الأردني بعد عدة أيام أراد وكيل المبيعات شراء سيارة أخرى من المصنع البريطاني كي يعوض عن السيارة التي باعها إلى عزيزة لكن المصنع البريطاني لا يقبل بيع السيارة إلا بالعمل البريطاني وهي الجنيه الاسترليني أو ما شابه في سياق آخر طلبت العاملة التي تخدم في بيت السيارة عزيزة بعض النقود كي تحولها إلى أهلها في سريلانكا والسيارة عزيزة تدفع أجور العاملة بالدينان الأردني لكن العاملة تحول النقود بالدولار الأمريكي ويقبض أخوها المبلغ في كولومبو عاصمة سريلانكا بالربية السريلانكية لاحظوا التداخل الآن بناء على ما تقدم معلومات كيف يحصل وكيل بيع السيارات على ما يحتاجه من الجنهات الإسرلينية وبأي سعر وكيف تقوم عاملة السيدة عزيزة بتحويل أجورها من الدينان الأردني إلى الدولار الأمريكي ويقبضها أخوها بالربية السريلانكية من أجل أن تتم عملية الاستراز والتصدير وهي في مجال التجار الخارجي لاحظون هنا دخلنا في مجال التجار الخارجي لأن السيارة مستوردة من بريطانيا إلى الأردن وتتم عمية الشراء وهي في مجال إنفاق الكلي هنا نحكي عن أقل الدمان أقل السبلاي أقل الدمان محلي وكي تتمكن السيدة عزيزة من توظيف العامل السريلانكية وهو في مجال التجارة في الخدمات وسوق العمل لاحظوا تداخل الأسواق إذا نتحدث عن تجارة دولية نتحدث عن إنفاق محلي نتحدث عن سوق عمل لابد من وجود سوق لبيع وشراء العملات الأجنبية تتحدث فيه الكميات المطلوبة والمعروضة من العملة وتتحدث فيه أسعارها وهذه السوق هي سوق العملات الأجنبية إذا نتحدث عن أربعة مجالات تجارة دولية بضاعم مصدرة أو مستوردة إنفاق محلي استهلاكي عاديا توظيف من خلال سوق العمل والتجارة في الخدمات العالمية ودخلنا في سوق العملات إذن سوق العملات الأجنبية فورنكسشينج ماركت وهي نفس السوق اللي هي كورنسي ماركت أو فوريكس أو أف أكس وتسمى الأسعار التي يتم تبادل العملات بناء عليها أسعار الصرف إكسشينج ريت ألا سعر صرف الدينار الأردن مقابل الدولار أو الدولار مقابل الجنيه الإسترلينة أو الجنيه مقابل اليورو وهكذا أما العملات التي تباع وتشترى في هذا السوق فيبلغ عددها عدد الدول الوطنية باستثناء الدول التي يستعمل اليورو والدول الأمريكية كعمل رسمية بمعنى آخر أن عدد العملات يساوي عدد الدول بعدد العملات التي تستعملها الآن تنقسم أنظمة أسعار الصرف إلى ثلاث أنواع هذا الشكل عندي أنظمة أسعار الصرف النظام المثبت النظام المعوم النظام المدار عند ثلاثة الرئيسيات نبدأ أولا نظام سعر الصرف المثبت الثابت الذي هو مسميه Fixed أو Pegged Exchange Rate System هو من أنظمة أسعار الصرف التي نتجت عن مؤسسات بريتن وودز بعيد الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر اقتصادي في الولايات المتحدة وفي منطقة بريتن وودز سادت طبعا بعد الحرب العالمية الثانية وبواسط هذا النظام قامت بعض الدول بربط عملاتها بالدولار الأمريكي وكان الدولار الأمريكي حينئذ مقيما بالذهب أي مسعرا بناء على معيار الذهب نسميه نقول ستاندرد لكن الولايات المتحدة قررت التخلي عن هذا المعيار وجعلت عملاتها الورقي والمعدنية مستندة إلى قوة القانون وكانت بعض الدول قد تبنت سعر الصرف المثبت لظنها بأن التثبيت يؤدي إلى استقرار التجارة الدولية وتدفق الاستثمار بناء على أسعار صرف يقينية ورغم تخلي الدول الغنية عن هذا النظام إلا أن بعض الدول ما زالت متمسكة به وعادة ما تتم عملية التثبيت بناء على قرارات السلطة النقدي فيها وهي التي تقرر أسعار الصرف وقد كان في تلك الأثناء أيام بريتن وود كانت ذهب مقيما بناء على مقرارات بريتن وود بسعر 35 دولار للأونسة الآن اتحدث عن 1200 أو 1400 دولار للأونسة نلاحظ طبعاً كيف تبعت الأسعار ما يعني بأن زيادة طباعة النقود أدت إلى زيادة أسعار الذهب ولم يعد الآن معيار الذهب هو القائم لكن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قرر في العام 1970 وقف تبديل الذهب بالدولارات أي بمعنى آخر أنه الآن هذا النظام تقريباً غير موجود وإن كان موجود فهو متبنى من قبل عدد طييل جداً من الدول النظام الثاني هو نظام سعر الصرف المرن أو العائم Flexible or Floating Exchange Race System يتم تحديد أسعار صرف العملات في هذا النظام بواسطة آلية السوق أي بالاعتماد على تفاعلات قوة الطلب والعرض وتتكون قوة الطلب والعرض من الحكومات والأفراد والمنشآت بأنواحها والبنوك ومؤسسات تمويل وينحصل هدف أي من هذه الجهات في التحوط أو المضاربة أو الشراء من سوق والبيع في سوق آخر وهي نسميها بهدف تحقيق الربح وربما تكون أهداف أخرى ممكن أستورد أو أصدر فكلها تريد بواسطة نظام سعر الصرف المرن أو العائم بشتري دولارات أو جينات أو ما شرب ما يعني الآن بأن انخفاضا في قيمة العملة اللي هي currency depreciation قد تحق عفوا وربما تكون هناك أهداف أخرى ويؤدي انخفاض الطلب إذن انخفاض الطلب على العملة يؤدي إلى انخفاض سعر صرفها إذن انخفاض الطلب على عملة ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرفها شرط بقاء العوامل الأخرى ثابتة ما يعني بأن انخفاضا في قيمة العملة currency depreciation قد تحققها في السوق وتؤدي زيادة الطلب عليها شرط بقاء العوامل الأخرى ثابتة المثأثرة طبعا إلى ارتفاع سعرها ما يعني بأن زيادة في قيمة العملة currency appreciation قد تحقق يعني الآن زيارة الطلب على العملي يؤدي إلى زيارة سعر صرفة بصير عندي ما يسمى currency appreciation أو تحقق تقريبا ربح رأس مالي يعني بشتري أنا الدولار بخمس يورو بعدين أصبح الآن الدولار بسة يورو أظن إذا حققت أنا الآن ربح رأس مالي currency appreciation بمقدار يورو وهكذا النظام الثالث اللي هو نظام سعر الصرف المدار managed floating exchange rate system يسمى في بعض الأحيان النظام الوسخ dirty floating ويعتبر خليطا من النظامين سعر الصرف المثبت وسعر الصرف الملد وعادة ما تكون السلطة النقضية في هذا النظام لاعبا رئيسيا أو رئيسا في سوق العملات الأجابية لكنها لا تقرر سعرا محددا للصرف بل هدفا ترغب بالمحافظة عليه وما تقوم به ضمن أنها لا تسمح للسوق بتحديد سعر الصرف بل تتدخل من حين إلى آخر لتثبيت السعر بواسطة عمليات البيع والشراء إذن هذه الثلاثة أنظمة أعود إلى النظام الأول كي نتذكر من الذي قلناه نظام سعر الصرف المثبت اللي هو استند إلى مؤسسات بريتن وونز ومؤتمر بريتن وونز عندما كانت دولار يشتري يعني 35 دولار يشتري آونس الذهب بعدين النظام الثاني الآن نظام سعر الصرف الملن أو العائم اللي هو يعتمد على قوة الطلب والعرض وأخيرا النظام الثالث نظام سعر الصرف الملن اللي هو أو مرات بسميه إحنا درتي اللي هو خليط من الملن زائد المثبت وإن شاء الله المحاضرة المقبلة ستكون حول محددات الطلب على العملة يعني هناك عوامل أو متغيرات تؤدي إلى زيارة أسعار العملة أو الخفاظة سأذكرها بإذن الله أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قد قدم الفائد الرجوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته